أهلا بكم اندلع حريق صباح اليوم في مستودع للنفط في مدينة بيلغرود الروسية لدى أو أدى إلى إصابة شخصين جراء هذا القصف الأوكراني رئيس مقاطعة بيلغرود قال بأن كيف شنت ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان دخلتان أراضي الروسية على ارتفاع منخفض ولم تؤدي هذه الضربة لوقوع بحايا من جانبي قال الرئيس الأوكراني فرودمير زيلنسكي بأن الوضع في جنوب أوكرانيا خاصة في أقليم دنباس لا يزال صعبا للغاية ومشيرا لأن روسيا مستمرة في حجد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبل وخاركوف وذلك تمهيدا لهجمات عنيفة سيطواتيونا في الدنباسي وفي دنباسي تقلق في مدينة ماريوبل وخاركوف على تحفظون الوضع في الحرسونية تقلوا في حرسونية ورقانية يستطيعون أن أرغاني في تحفظوا في أعضاء مستعدوا في الخارج الأنسان اتطيع أن أرغاني في تحفظوا في الوضع وذلك بالنسبة لي أن هذا لهم لا يستمرت يزالهم بشكل مدينة في الحرسين كم يعدهم في سمع المدينة في الشراء المσαى هستوى للامحولًا منه و يقرد من الوصف Jinji أيضا في等جف M Apaيروحم والاسعي الم dolph من أن التركيز على الجهود الحربية الروسية على دنباس ينذر بنزاع طويل الأمد أضاف المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم كشف هويته بأن القوات الروسية بشرت الانسحاب من تيرنوبل والتخلت عن مطاري غوستوميل العسكري شمال غربي كيف مضيفا بأن ما يجري هو عملية إعادة تموضع قال مساعد رئيس بلدية ماريوبل بأن المدينة ما زالت مغلقة أمام أي شخص يحاول دخولها المسؤول الأوكراني أضاف بأن القوات الروسية تمنع منذ يوم الخميس صورة الإمدادات الإنسانية إلى السكان المحاصرين ما يفسر عدم فتح الممر الإنساني كما كان مخططا له